البينة على المدعي واليمين على من أنكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى تيقنا ويسلينو عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصحابة نهاية الدين كونها دون سريسوك لنكما إلى يوم القيام وقا حديث سبيلنك الحديث الثالث والثلاثون تنجيكي أدوسكو أن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره حديث الحديث الحسن رواه البايحاق إذن كي حديث سيكون دو ابن عباس رضي الله عنهما ينتي درق بكفار محمد صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم ولي ركاناتي نيافونيكي ولي أمين على من أنكره لكن ينسينا نهايكي أدوسكي ولي أدوسكي لدينا مشكلة وليس من تنجيكي أدوسكي وليس من جديد شعرت لا يمكن أن يكونsprائي من الجداة لا يمكن أن يكون الّادي في الغداء هذه الى مجدد الدولة لأنه هناك بإطلاق المفضلة من أول spokane من أحدهم شابه المطلب لأنه لا يمكن أن يكون الأرض الغداء وتفعل أن يكون أمر المفضل وذين ان نسلام حماو نكون نسير لكم وما در ان نسير لكم إذا كنت نشهر علينا الذي يسير لكم وما الهجر يكون نسير لكم وواحنا من قد أحدث الإثار لكم في النسائل في الباب الملكة، هو لكم وما الهجراء الكتنان الدينة لكم في الح relentless اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة